نيتشر اليوم مع الدكتور ألان أبي رزق صباح الخير صباح النور النهار سابت حكينا عن الديفنس ميكانيزم يعني كيف بيدافع عن بعضهم بعض الحيوانات اليوم التركيز هو على أقوى الحيوانات على كل الأرض هيكي طوب ناين بركيا طوب ناين أوكي طوب لأهالحيوانات في منهم باللبنان؟ في منهم باللبنان هلأ يعني أكيد أغلبهم مش باللبنان بس في قصة سميلر هلأ أقول إذا كان في شيء سميلر بلبنان مرت الماضي نهار السابت حكينا عن amazing mechanism of defense هالمرة حابت أحكي عن حيوانات they're strong so their mechanism of defense هو بقوتهم أو عندهم بعض الأكتيفتيس بحياتهم بتخلينهم يكونوا أقوى من غيرهم يعني apex predators for example رحبلش بحيوان كل المشاهدين بيعرفوه منشوفوا في الموفيز اللي هو الأناكندا الأناكندا يعني ه PALA ممكن يوصل تقريباً وزنها لـ 250 كيلو هيدا السنيك منعرف أنه هي لا تبايت، ما بتعض البريي تبعولها ما فيها سم أصلاً ما فيها سم، هي بتخنق نعم بتقدر تخنق البريي وزنها كمان 250 كيلو لأنه إذا كان وزنها 250 كيلو تقتل حيوان تاني وزنه 250 كيلو الخبرية الحلوة أنه تأكل مرة بالجمعة بس أنه وعند خبرية أحلى أنه أكيد مش موجودة بلبنان عم نحكي نحن موجودة بأمريكا الجنوبية نعم والشي اللي عابله يفوت يعني اللي عابله يعرف أكتر عن الحيوان طريقة كيف بيفك عظام راسه الجمجمة كرمال يقدر يبطلع هالحيوانات اللي بيتصيادها بس انتقلنا نحن من كل شيء اسمه داينوسورز تصلنا على شيء اسمه سكواميتس ليهن سورين أنيميلز مثل الليزرد يعني السحلية ومثل السنيك بالإبوليوشن فقدو نحن نسميها مطرح ما فيه الدينين طبع الحيوان وفك الحنك طبعوه للحية صار بس مربوط بكارتلاجي كتير خفيف وفك الحنك طبعوه الحية كمان من مالة الدم هلأ ما بحب شبه حالي بالحية بس من هون صار قادرة لكن بتفتح على الحنك وتفتح وتفتح نعم من الميز الأقوى عند الأناكوندا لأنه هي بعدها يعني بعد الحنك طبعوه لها منو هالأدي صار أدفانس مثل الفايبرز اكسترا سو مشن هيك منسميها كونستريكتور مضطرة هي تكسر 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 تتقدر تبلعها ما بتقدر تكلها كتير يعني ما بتقدر تكلها إذا كانت كتير فولمينوس بدها تكسرها شوية صغيرة أوكي أوكي إذا بدك ننتقل لحيوان تاني كمان أغلب المشاهدين اللي بيعرفوه آه تس دا أفريكن أليفنت هيدا هيدا بريدتور لا ما انو بريدتور بس عم نحكي عن أقوال حيواني هيدا الحيوان اللي بيوصل تقريبا وزنه لحد الستة فاصل تلات ميت تون يعني ستة تون تقريبا بيقدر يحمل عظاهره لحد التسعة تون بس نقول تسعة تون يعني بتكأنه حامل عظاهره مية وثلاثين إنسان So it's very strong animal وأكيد معروف أنه كتير استعملوه لينقلوا فيه يستعملوا كيف كانوا يستعملوا الأحصنة أو الحمير نعم يستعملوا لينقلوا فيه بس هو حيوان أنا بلاقيه كتير حلو بلاقيه كتير زكي من الثديات يعني كمان عنده بتحس فيه شعور فيه ثقافة عندهم كيف بيدفنوا بعضهم كيف بيهتموا بالولاد كيف يعني أنا بلاقي هذا إن الحيوانات الأكتر شي تعطينا معه بقلة احترام مظبوط ومنقرض بأماكن عديدة وصار يعني مثل مهرج ببعض الزوات وبعض الحديق العامة للأسف وكمان بيركدوا على الطاسكس طبعوله وخاصة الأفريكن ألفنت أكتر من الألفنت الثانيين لأنه الطاسكس طبعوله كتير طوال اتعرضوا لحملات كتير وخاصة وقته صار فيه ببدايات الألف وخمسمية وألف وستمية بس صارت هالبوبوليشن تروح تستكشف بأميركا أو بأفريقيا بقى كتير عملوا عليهم أغريسيون وشايلوا كتير الطاسكس طبعولهن بس هلأ صاروا بروتكتيد وصارنا بنعرف أنه الألفنت فيه صار محميات بأفريكا أجمال حيوانات ومن أكبر الحيوانات على وجه الأرض 100% على سطح الأرض نتحدث كمان عن المسك أوكس أوكس يعني نحن نتحدث عن أصناف من الأبكار بس المسك أوكس هو أقرب للشيب للمعزاي المعز نعم هذا حيوان موجود بكندا كنا نتحدث تحت الهوى كرينلند أيسلند وبيقدر ينطح بقوة 900 كيلو يعني تقريبا مرة ونص وزنه إذا كان بوجه سيارة بيقدر يقلب على السيارة هذا خلقه نضيق عادة خلقه نضيق هلأ بيخاف منه كتير أجراسيف هذا الميل هو بتيكون بده يتحارب مع نظر ميل بس أنه لما يخافوا بيصيروا بيتهجم يعني لما يحسوا حالهم بركبي وضع بوضع مضطر يعمل وفورميتنج بس يكونوا بده يتجاوز ودائما الميل بده يفرج أنه أنا الدوميننت ميل كرميلة يقدر يتزاوج مع الفيميل وبيتناطحوا والأكتر شي معرض للإنقراض بسبب الصيد لأنه تصيدوا بفترات كتيرة مع أنه إذا بتقول كندا يعني بلدين إلى حد المات هلأ بس إذا كنا عم نحكي نحن من 200-300 سنة إلى وراء ما كان فيها الوعي الكامل لا اسمه موسك الموسك لأنه اليورين تبعوله وقت يكون عم يتزاوج ريحته حلوة هو يعلم التريتري يتبعوله وكثيرا ومشن هيك اسمه موسك أوكس أوكي أوكي أنيمل كمان نعرفه وهو التايجر أوكي التايجر تقريبا بيقدر يحمل لحد 550 كيلو بيتمه ويطلع شجرة بيقدر يحمل دوب الوزن وإذا مثلا فريستو بيقدر يطلع فيها على الشجرة إذا كان وزنه 500 كيلو لكن هيدا النمر اللي عم نشوفه بيوتفل كمان حيوان معرض للانكراد شو غريبا إذا بتشوفه صغير بتقول يا عم بسينة بسينة بس يكبر هاو دي هاو دي هاو دي هاو دي هاو دي هاو دي تكنبله جيج وتكنبله ما معرفش الحيوان بنحكي من بعده لهو الجوريلا نحنا كلنا بنعرف الجوريلا هن هالبريميتس اللي الإنسان والجوريلا هن بالتاكسونومي بيشبهوا بعضهم شوية صغيرة بعدين أكيد بيفترقوا بالإفوليوشن كتير بس أن من الأقرب الأقربات من الأقرب الأقربات لقلنا جينيتكلي وحتى شكليا ببعض التفاصيل إذا بدنا نحكي بيرفض يعني في كتير يعني إذا عندك هالحديث مع الناس في كتير ناس بيرفضوا هال أصلا أصلا بيرفضوا كل التوري إنه في في قربة بيولوجية وجينية ماشي الحال واحد في يحط رأسه بالحيط ما في مشكلة عنا أربية جينية مع الموزي هلا أكيد هي بتفرق على جينز على 1% 2% بس نحنا والجوريلا نحنا فصيلة فصيلة أكيد الإنسان متطور جدا وفي يعني الإفوليوشن تبعوله مختلفة كليا عن الغوريلا أو الأزر منكيز أكستر بس هذا الحيوان إنه إنه هو برايميت ونحنا جينيتكلي في عنا مختلف هذا الحيوان من 300 ألف سنة كنا نمشي على نص إجرينا وشوي من إيدينا ونحكي مثل ما بيحكوا بعضهم يعني بننسى كمان إنه نحنا جايين من هون أوكي اتطورنا بس جايين من هون هذا الحيوان بيوصل وزنه لحد 200 كيلو بيقدر لحد التون أو 2 تون كمان يكون أجرسيف مثلا إذا بده يعمل ضربة بيقدر لحد 10 مرات وزنه يقدر مثلا يحمل أو يعمل ضربة so it's a very strong animal والإنترستينج فاكت عنده أنه العظام طبعوله معموله بطريقة هالأدة strong والتركيبة طبعوله هالأدة بتخليه يقدر ينقل شي عشر مرات أتقل منه من هنه الحيوانات يلي بيتعرض معها بمكانة عيشه يعني ليش ليش معمول هالأدة كبيرة والأدة قوي ما عم بجرب شوفي حواليه إشياء ممكن تتهجم عليه الشيمبانزيز أو الساعدين إجمالا هن يا منسميهم أومنيفورس يعني بيأكلوا نبات وحيوانات يا أربيفورس أوكي سوهالحيوانات منهن كتير أجراسيف يعني ما بيتصيّده كتير يعني بيتصيّد شي صغير أكس ترى بيستعمل الباور طبعوله وين ذاي عم يعملوا الباتل فورميتينج وبيستعملها تقدر يكسر شجرة تدو سلف ديفنس أغانست مثلا الطايجرز مثلا ممكن ممكن بمرحلة معينة يكون في عنده بريدوتر كتير أو يجي عليه مثل الطايجر أو غير حيوان وهو بده يحمي حاله أو يحمي البيئة طبعوله فصيلته ويضطر يستعمل أوتو لا يدفع عن حاله أكتر ما أنه تكون هجومية لأنه كل الميزات اللي موجودة بأي كائن حي على الأرض هي فقط لأنه عازة بمحل ما يعني تأقلم يعني تأقلم مع الجو والبيئة اللي هو موجود فيها تطور أشياء بشكله بطريقة تصرفه تعمل تحكي عن البول طبع هذه البقرة المعزية يعني في سبب ما في شي بباليش ما في شي معمول هيك وطالما بعد هالكاركترستيك موجودة يعني طالما بعد ويحاجة لقلة بس ما يعود بحاجة لقلة راح تصير تختفي مع الوقتك هلأ للأسف راح يختفي قبل ما تختفي الحاجة لأنه they are endangered كتير يعني نعم أرقام كتير واطية صارت منقدر أنه بعشرين ثلاثين سنة راح يختفوا سو أكيد إذا ما نعمل شي إذا ما نتبهنا أكتر وعي هودا حيوانات راح ترح وهكل حال ما عدو وما راح يكونوا موجودين بالكميات يلي منفكرها يعني ما بقى في غابات غوريلا يعني راح يمنحكي عدد قليلة ونرجع للحداية المفروض تكونوا عم تحافظ عليها بسيب النتيجة حبس مظبوط وآخر شي راح يختر ويموت ويموت حيوان موجود في لبنان اللي هني منسميه نحنا يعني نملة هذا النملة الشائع هذه النملة قادرة تحمل خمسين مرة وزنة يعني هي تقريبا وزنة خمسمائة ميلي جرام يعني تقريبا نص جرام تقدر تحمل خمسة وعشرين جرام ويجيز يعني إذا كنت أنت عم تخيل إنسان قادر يحمل عظاهره أو بسنانه خمسين مرة وزنه خمسين مرة وزنه خمسين إنسان تاني so one of the strongest animals remain هني النمل هلا راح أحكي عن two insects other insects واحدة اسمه rhinoceros beetle rhinoceros هاي دي البيتل هاي صحراوية لا لا هاي دي موجودة بآسيا أوكي هلا في كذا species أوكي بس المين اللي موجودين بآسيا والحلو أنه باليابان بيعتقد بيقولوا أنا راح نخد بريك سريع ونكمل الحديث أوكي إشتراً لكم شيعان أوكي